من كاليفورنيا ينضم إلينا البروفيسور أحمد بنافع الخبير التقني والأستاذ في جامعة سان هوزي أهلا بك دكتور أحمد يعني تيك توك يفضل أن يوقف ويحضر التطبيق على أن يبيعه للولايات المتحدة الأمريكية ما الخيارات المتوفرة الآن هذه من باب المناقشات أو المناوشات بين الدولتين لأن الأساس في التطبيق هو الخوارزميات المستخدمة في التطبيق وهذه اللي بتحاول توصل لأمريكا وتحاول توصل لشركات بتحاول تشتري تيك توك الخيارات أمامهم الآن هو أن مجلس الشيوقي يوافق على القرار هذا والرئيس الأمريكي بايدن يوقعه بعد أن يتجهه إلى المحكمة العليا لأن هذا فيه نوع من ماذا إن لم يوافق نعم إذا لم يوافق وعنده ستة أشهر حتى أنه يتخذ القرار هذا فهو بعد كده يتجه إلى المحكمة العليا لأن هذا فيه اختراق التعديل الأول في القانون إضافة إلى أنه مش بس تيك توك اللي يبغوا يمنعه يبغوا يمنعه أي تطبيق من شركة بايت دانس اللي هي الشركة المالكة لتيك توك طيب دكتور أحمد فعليا من الخاسر من حضري تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية هل البلد الولايات المتحدة الأمريكية أم الصين كلهم خاسرين يعني الصين بتخسر منصة عالمية لها أكثر من يعني 170 مليون أمريكي بيستخدم تيك توك حوالي 7 مليون بيزنس أو عمل بيستخدمه هذه من ناحية الأمريكان بيخسروا دخل لهم في ناس كثير بتعتمد عليك دخل وإضافة إلى أن سمعة أمريكا على أنه أنت خلف تطبيق محدد يعني هذا عملية استقصاد غير مقبولة حتى يعني ألا يتعارض ذلك مع حرية التعبير والديمقراطية التي تتغنى بها الولايات المتحدة الأمريكية يعني كيف سيكون هناك تبرير حتى للناس للشعب نقطة جيدة يعني الممثلين عن وادي السيليكون اللي هما في الكونغرس صوتوا ضد هذا القرار لأنه كان وجهة نظرهم إذا أنت تحافظ على الخصوصية حافظ على الخصوصية عند الجميع سواء أكس أو فيسبوك لأنه حتى نفهم بالضبط أشياء المشكلة المشكلة أنه منصة أكس اللي هي تويتر يعني بتجمع 17 بند من الخصوصية بإضافة مقارنة بتكتاك اللي هو 13 بند فإذا فيه أي نوع من القرارات لازم تكون شاملة للجميع فهذه هنا المشكلة وفعلا هي عملية يعني مش جيدة لأمريكا أنها تكون خلف التطبيق بعينه شكرا جزيلا لك البروفيسور أحمد بنافع الخبيل التقني والأستاذ في جامعة سان هوزي شكرا جزيلا لك